وفي الملف الحيوي الآخر حيث موسم الحصاد يتقدم نحو المزيد من التسويق باشرت صومعة تكريت استلم أول كمية من المحصول وقد أكد قائم قام تكريت عمر الشنداح أن المستحقات المالية ستصرف خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين الساعة وذلك حسب توجيهات رئاسة الوزراء وإدارة المحافظة على بركة الله تم هذا اليوم افتتاح سايلو تكريت لتسويق محصول الحنطة من الفلاحين الذين زرعوا في هذا الموسم نتأمل أن تكون الكميات المسوقة إلى سايلو تكريت هذا اليوم بكميات أكثر مما تم تسويقه بالعام الماضي للموسم المطر الذي كان بالموسم الشتوي الماضي بالإضافة إلى أن نتوقع خلال الخطة الزراعية لقضاة كريت أن تم تسويق قرابة المئة ألف طن نحن كإدارة قضاء قدمنا التسهيلات اللازمة على دوائرنا الخدمية مشكورة أيضا والدوائر الأمنية وإضافة إلى دوائر المرور الدفاع المدني في تسهيل دخول الفلاحين وتسويقهم لمحصولهم هذا العام بالإضافة إلى التوجيهات المركزية التي وصلت من الحكومة المركزية ومن السيد محافظة صلاح الدين في ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين حيث يتم صرفها خلال فتر لا تجاوز 24 ساعة كما تحدث إلينا السيد مدير الفرع في صلاح الدين وبذلك تكون كل هذه الجهود مسخرة لفلاحين الكرام في تسويق هذا المحصول المهم إلى سايلو تكريت